السلام عليكم في الحال مكم سرقة مزعو معنا فيديو جي في القناة السلسلة الجنسيات الأصلية اللعبين الصراحة السلسلة عليها دعم فحبت اني نزل حلقة ثانية مننا وان شاء الله مستمرين فيها الى الامام فى يلا بسم الله أتمنى قبل ما نبدأ بس دعمكم بزر لك تشترك بالقناة اذا ما كنتمشترك و يلا بسم الله نبدأ من اللعب الأول عنه وهو ثمان دمبري طبعا ثمان دمبري من المواهب الشاب يعني جدا من اللعبين يعني جدا ممتازين فلاعب جنسيته الحالية طبعا فرنسي وبيلعب معنا دي بورستو دورتموند لكن جنسيته الأصلية مالي يعني هو من دولة مالي تقريبا ابوه هاجر الى فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية فأكيد يعني دمبري بتكون جنسيته فرنسية طبعا يعني من حقه ان يفضل تمثيل منتخب فرنسا على منتخب مالي لانه اساسا ما بعرف منتخب اسمه مالي يعني منتخب يعتبر ضعيف جدا وفي فرنسا احتمال كبير يشارك بشكل اساسي لانه لعب من المواهب الشاب الجدا يعني خرافيين فهذا بالنسبة اللعب الاول ننتقل على اللعب اللي بعد عنا ولي هو اكي طبعا هذا اللعب من المواهب ايضا المواهب الشاب اللي طلعت مع نادي تشيلسي ومن كم يوم يمكن باعه فالمهم اللعب اللعب يعني حاليا معه جنسية هولندية اساسا هو بيشبه خليت يعني تقدر تقول نوعا ما بيشبه يمكن شكل الشعر وشكل الوش فلاعب جنسيته الاصلية من كوتفوار او يعني من افواري كوست تقريبا اسمه اللي هي بلد يايو توري وغيره من اللعبين صراحة البلد يعني عنده لعبين جدا جدا اكتار وبيلعبوا باوروبا وغيرها فلاعب صراحة من اللعبين جدا خرافين جنسيته الحالية طبعا هولندي لكن جنسيته الاصلية من كوتفوار وهذا بالنسبة لهذا اللعب ننتقل على اللاعب اللي هو رومالو لكاوكو طبعا رومالو لكاوكو ايضا من اللاعبين جدا خرافين هالموسم مع نادي ايفرتون او مع المتخب البلجيكي فلاعب حاليا معه جنسية بلجيكية ايضا بلجيكا عندك كثيرا لعبين مجنسين فعندك جنسيته الحالية بلجيكية لكن جنسيته الاصلية من الكونغو الديمقراطية طبعا في كثيرا مهاجمين ايضا رح نجيبهم ان شاء الله بالحلقات الجاه جنسيته الاصلية من الكونغو الديمقراطية طبعا يعني الكونغو الديمقراطية معروفة ما عندها الفريق يعني اللي تقدر تقول فريق اه مثل غيرها من البلاد الافريقية مثل مالي وغيره فايضا لاعب يعتبر جدا ممتاز وهذا بالنسبة لهاد اللعب ننتقل اللعب اللي بعده عنه واللي هو دياغو كوستا ايضا دياغو كوستا يحمل الجنسية الاسبانية لكن جنسيته الاصلية برازيلي طبعا هو كان بيمثل منتخب البرازيل الى غاية كأس العالم 2014 بعدين يعني يفضل الاسباني على البرازيل وشارك مع اسبانيا بشكل اساسي لكن طلعوا من مرحلة المجموعات فاللعب يعتبر ما استفادش وحاليا لغاية الان يعني يفضل تمثيل المنتخب الاسباني على المنتخب البرازيلي صراحة ما بعرف ليش يعني راس حربة مثل دياغو كوستا بيكون جدا ممتاز بالنسبة لمنتخب مثل البرازيل يعني مثلا تقدر تقول فيه جابريا الخيسوس فيه غيره لكن ايضا دياغو كوستا يعتبر جدا خرافي وفي 2014 ما بعرف ليش ما امثل المنتخب الاصلي يعني حتى منتخب البرازيل يمتلك منتخب مو انه منتخب ضعيف ومشان هيك راح الاسباني يعني منتخب البرازيل عنده منتخب يعني لو مثلهم فكان بيكون شي ممتاز لكن ما بعرف ش اللي خطر ببال اللعب فطبعا هاد بالنسبة لهذا اللعب ننتقل على اللعب اللي بادعنا ولي هو توليسو طبعا توليسو من اللعبين الجدا ممتازين وانتقل من کانيو من البادريم يونيخ قادما من الدور الفرنسي طبعا طبعا لاعب جنسيتو الحاليه فرنسي لكن جنسيتو الاصلية من جمهورية توغو فلاعب اصلا يعني هاجر لفرنسا تقريبا ابو اخد الجنسية الفرنسية فاللاعب اخد الجنسية الفرنسية ايضا لعب الصراحة من اللاعبين جدا ممتازين وبظن راح يقدم اداء جدا ممتاز مع باري مينيخ نتأمل يعني فهذا بالنسبة لهذا اللاعب ننتقل على اللاعب اللي بعد عنه اللي هو بيبي أيضا بيبي يعني الجنسية الحالية البرتغالية ويمثل منتخب البرتغال خاصة ببطولة كأس القارات الأخيرة كان يمثل منتخب البرتغال لكن لعب جنسيته الأصلية برازيلي تقريبا يعني كان بيلعب بالدور البرتغالي أنا ما بعرف بأنه نادي بالضبط لكن حصل على الجنسية البرتغالية وفضل تمثيل منتخب البرتغال على المنتخب البرزيلي صراحة منتخب البرزيلي عنده قلوب دفاع جدا جدا خرافين يعني عندك تياغو سيلفا عندك ميراندا عندك دافيد لويز عندك غيرهم كتير كتير قلوب دفاع ولو كان بيبي كانوا بيكون أيضا شي جدا أسطوري فما بعرف أيضا يعني ليش مثل المنتخب البرتغال يمكن لأنه احتمالية كبيرة إن نشارك بشكل أساسي خاصة أن البرتغال ما عنده لقلوب دفاع الخرافيين فهذا بالنسبة لهذا اللعب ننتقل على اللعب اللي بعد عنه اللي هو الأسطورة باتريك فييرا طبعا الباتريك فييرا يحمل الجنسية الفرنسية أكثر الناس بتشوفه بلابت فيفا أول ما تشوفه بتشكيلة الخصم اللي ضدك بتحس يعني أنك خسرت خلص يعني لاعب من اللعبين خطوط الوسط للأسطوريين باللعب حتى بالحقيقة كان جدا خرافي فلاعب جنسيته الأصلية السينيغالي لكنه هاجر إلى فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية طبعا هو مولود بالسينيغال وبعدين هاجر إلى فرنسا مو يعني أبوه اللي هاجر هو كان مولود بالسينيغال بعدين هاجر إلى فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية يعني نشوف حتى طاقاته باللاعب يا الله على هك طاقات طاقات أسطورية الصراحة فهذا كان بالنسبة لهذا الحلقة من سلسلة الجنسيات الأصلية لللاعبين فهذا الشباب يمكنك وصل لنهاية الفيديو اتمنى فيديو يجبكم اتمنى ادعمكم بزرلك وتشترك بالقناة اذا لم تشترك وطبعا نزلنا حلقة اولى من السلسل اللي راح تلاقيه ظاهر عندك الان على الشاشة فاكتب لي اقتراحاتك للحلقة الجاية لو فيه لعبين هيك ببالك انه عندهم جنسيات مختلفة او عندهم جنسيات يعني يمثل المتخبات اخرى فاكتب لي اهن تحت فبس هذا اللي كان عندي اليوم شكرا الخيف ديار جاية في امان الله